الحدوتة بتبدأ بشوية علماء في الصحراء واللي هم جيم فورست ودارسي لويس وابو جين اللي اسمه الدكتور إيريك وهم هناك السماء بتعمل شوية زعابيب بقى وعواصف والحاجات دي وبتحصل حالة غريبة كده أول مرة يشوفوها كأن فيه نايزك بيقع من السماء وفجأة بيلاقوا شخصه قدامهم بالعربية طلعوا من العدم وبيخبطوه وبنرجع فلاش باك للنرويج في سنة 965 بعد الميلاد وبنشوف ان هناك كانوا بيعبدوا آلهة ومؤمنين بيهم استغفى الله العظيم يا رب وساعتها هددهم خطر من مملكة عمالقة السقيع واللي كان الملك بتاعهم اسمه لوفي وهنا اتدخن أودن وهو ملك أسجارد وملك المملك التسعة وحصل ما بين مملكة أسجارد ومملكة عمالقة السقيع حرب كبيرة فشخة خسر فيها أودن عينه ولكن ثانكس جادي يعني أسجارد كسبت وبعد كده وقع الملك لوفي وخده مصدر قوة بتاعته واللي هو كان المكعب الأزرق ده وراحوا بيه على اسجارد وحكمت عليه المملكة التسعة كلها وبنشوف ان أودن بقى عنده تفلين ثور ولوكي وبنشوف هو بيحكي لهم عن عمالقة السقيع والحرب اللي حصلت بينهم وبنشوف بيقول لهم ان هم حيرجعوا تاني في يوم من الأيام وواحد منكو لازم يقفوا قصدهم طب ما يقفوا هم اللي اتنين يعني في ايه وبعدين بتعد السنين وبيكبروا وبنشوف ثور في حفلة تتويق كملك اسجارد بما ان الحج اودن كبر يعني والستة اللي هناك دي تبقى امهم وحرم الحج اودن يعني يعني العيلة الملكة وبيكون مع اسلح السلاح ده بيبقى المطرقة بتاعته اللي اودن ادهاله بما ان هو يستحق ومحدش يقدر يشيرها غير له هو وان اللي يستحق ده لازم يكون زقال بصافي ومستعد ان هو يدفع على برياء ونعرف ان المطرقة دي بتقدر تعدي اي حاجة وتوصله اول لما بيقمد ييده نحيتها قصيلة والله انما بسبس للكلب بتاع بيسيبني ويجري وفاقف اثناء مما بيعملوا الحفل بتاع التتويج بيهجم عليهم جنود من جيش عمالقة السقيعة علشان ياخدوا المكعب اللي هو كان مصدر قوتهم ده ولكن الحالس بيزعلهم وبيبقى ثور متعصب جدا وبيقول انا هروح اجيبي العلمل على القهوة وارروح اعرفهم غلطهم ولكن اودن بيبقى رافض الموضوع ده والسور السيتو بيعلى على الحج فاودن بيقول له ولد فبيروح ثور يقعد مع اصحابه وبيكون متعصب جدا فبعدين بيجمع صحابه فعلا وبيطلعوا على عمالقة السقيع من ورا بو وبيوقفهم هيمدل اسمه ايه هاي 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 استنى وده بيبقى الحالس بتاع بوابة اسجارد البوابة اللي بتربط اسجارد بالمملك التسعة كلها وبنعرف كمان ان هو بيشوف كل الناس وهو بيفتح طريق اسمه البايفروست وده اللي بيربط ما بين مملكة اسجارد ومملك التسعة زي لسه منقيل ولكن بيعدوا بيطلعوا على هناك ولما بيروحوا بيستقبلهم الملك وبيعدوا يتكلموا بيطلع جيش وبتحصل معركة زي الفل يعني وفجأة بيدخل اودن دخول رايق سبب حراية على الحصان المجنح بتاعهم وبيوقفهم ويقول للوفي ان هو ينهي اللي بيحصل ده حالا وبياخد ثور والشلة بتاعته لأسجارد تاني وبيتعصب منه اودن لان هو عصى اوامره وقع قبل ثور هو سحب القوة بتاعته والمطرقة بتاعته كمان وبيرميه في اسوأ حتة في العالم الارض لانت زعلك وحيش قوي حج وبعد كده اودن بيوشوش للمطرقة وبيحط عليها لعنة بان اي حد يستحقه بيكون عنده الصفات المناسبة بيكون عنده قوة ثور وبيقدر يرفع المطرقة وبيرمي المطرقة ولا ثور على الارض يعني انت بقى لما تستحك بقى اخدها وبنرجع تاني للمشهد اللي كان في اول الفيلم وكده فهمنا مين ده وايه اللي حصل في السماء لما وقعه ولما بيفوق بيلاقى قدامه صاروخ اه ياوه المهم بيلاقي الصاروخ جين فستل قدامه وبيقول ياريتني قتنفي كل يوم يا جدعة ياريتني كنت انا يا اخي ياريتني كنت انا يا اخي انت ضعبان يا اخي ويقعد ينادي على هيميدل عشان يفتح للباويت والدورسي بتخاف منه فبتسعقه كده بصعب قهروة عشان كم هايبر وطبعا بعد ما شاف الصاروخ ده لازم يهايبر وبيخدوه على المستشفى وبيقوم في المستشفى وبيلاقي نفسه وسط الدكاترا فهو بياخد دور جوني سينس اه قصدي ثور سينس اه جوني اودن ما علينا يعني وبينزل ضرب فيهم في المستشفى يا الحمد لله ان انا مش دكتور لحد لما واحد بيديه حقنة مخدر بدل ما هو عامل شبهة طول الهايك كده وتاني يوم بيكون في واحد رقب عربيته فبيشوف حفرة كبيرة كده وجوها المطرقة بتاع الثور فبيحاول يشدها ومش بيعرف في بيع من المسابقة ان الناس تحاول تشدها واللي يطلعها هيكسب الراجل ده اكيد مصري والله وبنشوف ان جاء واحد لبس بادلة كده شكله مخبر وبيطلع مخبر فعلا تبع منظمة ولو مش عارف ايه هي منظمة فارجع اشوف اجزاء ايرومان يعني ما مش هنفضل بقى ايه نشد مع بعضينا في الكلام وبعدين بيكون ثور طلع من المستشفى وبيدور على لبس وبيدو لبسه وبنرجع الاسجرد وبنشوف ان لوكي اخ ثور بيجيله في دول حوالين المكعب بتاع ملقة السقيعة ده فلما بيروح يلمسه وبيتحول له وبيبقى شبههم وبيكون وراء اودن فبيحكي له الحقيقة وهي ان اثناء الحرب زمان كان لوكي واحد من عمالقة السقيعة وهو اخده معاه على الاسجرد واتبناه يعني لوكي مش اخ ثور ولا ابن اودن ولا هو اسجردي اساسا وبيتسدم لوكي وبيقعد يبكي وبيقول انا دلوقتي فهمت انت ليه بتفضل ثور علي ده عشان انا بما ان انا الوحش والثور هو ابنك وهودن بيقول انا هريح لي حبتين كده هو بيغمى عليه والحراس بياخدوه بينطفي وبنرجع للارض وبنشوف ان هم قاعدوا في مطعم ام حالان لتقديم الكباب وبياكلوا ثور وثور لما بيعجبوا المشروب اللي بيدهولو بيقوم جاي رايح رامي الكباء الكباية بيقوم جاي رايح رامي الكباية ومكسرها كي بقول كمان واحد فاكن نفسك فين يا روح امك مش في اسجرد هي فشين بتقول بيقول لك يا للم نفسك كده واهدى مش كل شوية تقلب لنا هامجي في ايه يا سطى وبعد كده بيسمع ناس بيتكلموا عن مطرقة محدش عارف يشيلها فبيروح لها وبيسألهم عن المكان وبيروح وهنا بنرجع على اسجرد بما ان اودن تعب وثور مش موجود فلوك بياخد العرش وبنرجع تاني الارض هنفضل طالعين نسلين كده والله يمين سهيب كلهم دواخكم وبيدخل ثور لمحل حيوانات وبيقول لصاحب المحل انا عايز حصان ماليش دعوة تصرف يتجيب لي حصان يا اما هركبك انت شخصيا ولكن بتكون جات ورا جيم بالعربية وبتقول له ارقب ارقب والثور بيوصل لمكان المطرقة لكن بتكون شيلد اتحفزت على المكان عشان تعمل على المطرقة شوية ابحاث بقى او تجاربه كده ويفهمه يا ليه مش بتتحرك من مكانها وبيدخل ثور وبيضرب كل الناس اللي قدامه وبيخش وبيجري وبنشوف وده ما يهمه قدام يعني هنعرفه قدام في السلسلة سيب كل الاسلحة بسم الله ما شاء الله عليه وماسك قص وسهم وده بنعرف ان هو شغال مع ولما الثور بيوصل وبيحاول يشيل المطرقة مش بتتشغل وبيبقى خلاص فقط قوده فعلا وبقى زي البشر بس هو عملاق شوية يعني هو واقوى كمان شوية شوية يعني شويتين اكتر يعني ما علينا يعني انت 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 بص 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 يا عام الباي بتاعته دي قد دماغي ده ايه ده ده انا الباي بتاعته قد فخدتي ده عنده فخدة في ادراعه يا ايه ايه يا جدع ايه يا جدع تبتاكل الحديد في الجيم وبيتقبض على الثور والمحاقق اللي اسمه فيل ده بيقعد يحقق معاه ولما بيسيبه بيطلع الثور بيلاقي لوكي في وشه كده بيقول له انت بتعمل ايه يا عام فبيقول له جيت اسلم عليك واقول لك ان ابونا مات وطبعا بيضحك عليه علشان ما يرجعش تاني ويبقى هو الملك يبقى لوكي هو الملك يستولي على العرش يعني ولوكي وهو ماشي بيجرب شد المطرقة بس مش بيعرف بما انه هو ما يستحقش وبعدين دكتور ايريك ابو جين بيضمن ثوره بيطلعه وبنطلع دلوقتي للمملكة السقيعة ونشوف ان لوكي راح على هناك وقابل الملك بتاعهم وبيعمل معاه الثفقة وهو ان لو في يقتل اودن مقابل ان لوكي يدير مكعب بتاعهم وبيرجع لوكي على مملكة اسجارد وبنرجع احنا على الارض وبنشوف ان ثور وجين نايم وابوها وقعدوا براه يحكوا وفضل يحكي لها عن المملكة التسعة وبعدين بيناموا الحمد لله مش بيعملوا حاجة وبنرجع على اسجارد وبنشوف ان اصحاب سور بيبقوا عايزين ينقلبوا على لوكي وبقوا عايزين ينزلوا على الارض عشان يدوروا على لوكي فواحدة بتقول شو تلاقي هامدل دلوقتي سمعنا ماشي وايه وبيرائبنا فهامدل بيقول لهم تعال يا رحمك انتوا تعال يا بابو تعال تعال انا هساعدكم تنزلوا على الارض وبيستدعيهم وبيساعدهم وينزلهم على الارض وبينزلوا بيدوروا على ثور وبيلقوه ويقولوله يا ثور يا ابن حيتاتي تعال بالحضن يا اخويا وبيقولوله احنا هنا علشان يرجعك وبيقولوله ان ابو لسه حي بس هو مرهق شويتين وبيحصل معركة ما بين هامدل و لوكي بس لوكي بيقدر ان هو يجمد هامدل ولوكي بيبعت وحش من النوحوش السقيع من الارض علشان يموت ثور والمحقق فيل بيفتكره ان هو روبوت من روبوتات توني ستارك اللي هو ايرون مان وبالمناسبة عني لو ما شفتش ملخص ايرون مان فانت هتلاقيه في الاي اللي فوق المهم الوحش ده بيفشخ الدنيا وبيحصل ما بين ثور وصحابه معركة هو مولوحش وثور بيتهزق وكان هيموت ولكن فجأة مطرخته بتجيله وبترجع له قوته عشان هو كان هيضحي بنفسه مقابل ان هو ينقذ صحابه وينقذ الكراش بتاعته والحاجات دي كلها فهو كده بقى يستحق وبيخلص على الوحش وبيطلع على اسجارد وقبل ما بيطلع على اسجارد بيدي جين بوسة كده هو وقته يا عمد وده وقته ده وقته بروح امك وقت محمده امك حتموت وابوك حيموت ولوكي حيفشخهم ارجز يلا لأ هو بصراحة وقته يعني دي جين وبيرجع على اسجارد وبيكون الملك لوفي خلاص هو روح علشان هيئة الاودن فبيلحقوا لوكي بيموت لوفي وبيطلع عمل كل ده علشان يموت لوفي قدامهم ويبانى ان هو بقى البطل بقى فام ولا انقذ اسجارد وهو الشخ لابلات دي كلها وبييتمسكن وبيقول لأمه وربنا لدفعهم التمن على اللي عملوه وبيكون دخل ثور ولوكي بيقول وبيقول لأمه ان لوكي كان بيجدب وانه هو السبب في وجود لوفي وانه هو صلت وحش علشان يقتل ثور وبيحكي الاحداث بتاعت الفيلب كلها اللامه في عشر ثواني كده وبيحصل معركة صغيرة كده ما بين ثور ولوكي فثور بيقول انا مش هتخانق مع اخوية ولوكي بيقعد يضرب فيه وبعد كده لوكي بيقول له انا مش اخوك بيقول له ايه ده بجد يقول له او الله مش اخوك فبيقول له اشتا تعلم مضربك بقى وبيحصل ما بينهم معركة وثور بيحط المطرقة على صدر لوكي فلوكي طبعا مش بيعرف يتحرك ويتدمر ثور باي فروست وكده مش هيعرف يشوف جين تاني ان دي البوابة ما بينه وما بين الارض وبيكونوا هيقعوا في الفضاء لكن اودن بيكون فاق من الغيبوبة اللي هو كان فيها دي وبيمسك ثور وثور بيمسك لوكي ولما لوكي بيحس بالزنب بيرمي نفسه في المشهد المؤثر ده الصراحة مع انه هو ابن كلب يعني اللي ما اخذ عن اودن وبعدين اودن بيقول لثور انك لسه مش مستعد انك تكون ملك هنحتاج نستنى شوية كده عبل ما تتخمر وفي اخر المشهد بنشوف نيك فيوري هتقول لي مين نيك فيوري ما احنا قلنا ميت مرة روح شوف ملخصات ايرون مان المهم هو نيك فيوري بيدعو دكتور ايرك للمنظمة بتاعي تشيلد وبيقديمه كعب اسمه التسر راكت واللي هنعرف ده ايه في ملخص فيلم كابتن امريكا اللي جاي فالمهم بيدهوله التسر راكت علشان يدرسه يعني وفاجأة بنشوف انه لوكي لسه حي وانه هو وراء دكتور ايرك متخفي وبيواشوش له وبيخليه يقول نفس كلامه وبس كتوتا توتا خلصت الحدوتا ويه ما تنساش تعمل سرسكاب لايك ومينشير وتعمل لي فولو من استجرام بينش بساناش تعمل فولو الكريم اسامة عشان هو اللي مانتجي الفيديو ده وما تنساش تعمل فولو لأحمد اسامة عشان هو اللي كاتب ده وبس كده روح لف لفة في القناة كده ياسطا ماشي لف اللي لفة كده يابا ماشي وحط لايك كده وفعل جرس الاشعارات كده عشان الفيديوهات اللي جاية واللي راحت واللي مش عارف اين جيلك وشكرا على العشرين الف سبسكايبر معرفش عبل ما ينزل الفيديو لاحبوا عشرين ولا هم هيخشوا على العشرين بس ما علينا شكرا عشرين الف سبسكايبر لو عندكم طرحات للفيديو نعمله بمناسبة العشرين الف ما تكتبوهوش عشان مش هعمل حاجة ما سكتبوهوش عشان